نساء الخير يا إلهام، نساء الخير يا محمد، كل سنة وأنتوا طيبين وأول مرة أشوفكم بقى في السنة الجديدة النهاردة زي ما قلنا الخبر الذكرى السابعة لرحيل الفنان أحاول أزوغ منه يا محمد، بس تمام يعني سبع سنين رحيل فنان الكبير بمضوع عبد العليم اللي كان قريب من الناس واللي كان قدم فن احترم عقل وقلوب المشاهدين المصريين أنت كنت شريكة رحلة وشاهدة على إبداع طبعاً طبعاً صعب الزواغي يعني صعب بصي يعني وصعب مثلاً كنت أعتذر عن سغلي وحسيت بالعكس السغلي بيلهي صحيح أنه سبع سنين يعني حد يقولها خلاص سبع سنين أبداً تظل الناس اللي أنت بتحبهم وارتبط بيهم وذكريات وشخص بإنسانية ممدوح عبد العليم حتى مع قمة الفن طبعاً حاجات كتير بتفضل موجودة مش كل الفنانين بيبقوا على المستوى الإنساني بيبقوا يعني بنفس القدر من النبيح لما بتلاقي حد بيجمع بين يعني الحسنيين العمل الفني والإبهار واليعني الحقيقة كان قريب مننا جداً كان واحد مننا كان بتمثيله بيبقى داخل كل البيوت المصرية وتمان تلاقيه على المستوى الإنساني بهذا القدر من الإنسانية فطبعاً ده بيبقى خسارة لكل ولكن بتظل ذكرى بالتأكيد يعني كلها بنشوف أفلامه ومسلسلاته يعني صعب علي أنا وبنتي جداً إن إحنا نقعد كده نتابع لأي فيلم أو أي عمل لأن إنت على طول بتفتكريه كإنسان بقى طبعاً فتتبعي من بعيد كده عارفة تمام ببقى سعيدة إن الناس على طول بتدعيله الناس على طول فكره دهار ده الناس علشان الافتتاحات الموجودة في السعيد في سهاج عملين يقولوا رفيع بيه هو فعلاً كان عنده كده شهامة السعيدة يعني دايماً تعيش وتفتكريه وتدعيله ويعني قلوبنا معيتي وربنا يرحمه يا رب